بسم الله الرحمن الرحيم والعبيزة أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقف ولا نتوقف نعم نقف ولا نتوقف ونذكر وزارة الدفاع ونذكر رئاسة الجمهورية ونذكر قيادة الأركان ونذكر رئيس الجمهورية ونذكر البرلمان الجزائري ونذكر الوزراء الدولة الجزائرية ونذكر كل الكوادر للدولة الجزائرية وكل جنرالات الدولة الجزائرية الذين أنهوا المهام منتعم أو مازالون يزاولون خدمتهم من أجل أن نذكر أنفسنا ونذكرهم نعم يا رئيس الجمهورية كم مرت من سنوات على هذه الحرب حرب مكافحة الإرهاب وما حدث في الجزائر طيلت عشريات من الزمن طيلت منذ 92 ونحن اليوم في 2023 كم من سنة تمر حوالي 31 سنة مرت على هذه العشريات على اندلاع هذه الحرب وعلى ما حدث في الجزائر وخرجنا اليوم نذكركم خرجنا اليوم نحن كصف الجنود وصف الضباء الضحية في هذه الحرب نعم ضحية يا قيادة الجيش يا رئاسة الجمهورية يا رئيس الجمهورية يا برلمان الجزائري يا وزراء نعم خرجنا نحن الضحية في هذه الدولة الجزائرية نعم خرجنا ضحية نعم نحن الضحية وخاصة هذه الفئة من صف الجنود وصف الضباط بعد الوئام المدني بعد المسالحة الوطنية بعدما كانت قرارات حتى من تم استدعائه لسنة نعم تم تسوية بمرسوم بقرار سياسي بمرسوم رئاسي وقرار سياسي نبقى الفئة التي دفعت الجزائر منذ التسعينات ونحن في هذه الحرب خرجنا ضحية بلا قانون يحمينا خاصة فئة صف الجنود وصف الضباط إلى أين ذاهبون واليوم زملائنا يشهدون اليوم اليوم زملائنا في السجون يقبعون بعد هذا القانون الذين تكلموا عن حرية التعبير نعم أي حرية تم تقييد الشعب تقييدنا عبر هذه الجمعيات يريدون تقييد الشعب عبر جمعيات أو ممنوع أي طريقة من طرق التعبير أو الدفاع على الكرامة والحقوق نعم لأن زملائنا اليوم يقبعون في السجون لأنهم خرجوا للدفاع على كرامتهم وحقوقهم المنهوبة المسلوبة نقول نذكركم يا قيادة الجيش أين حقوقنا يا وزارة الدفاع يا رئاسة الجمهورية أين حقوقنا المنهوبة المسلوبة صحة فتح صحة بحبيلة أين حقوقنا المنهوبة الصوت همليحة بحبيلة فتح صوت همليحة فيصل ما نعرف يتعود ما نعرف اليوم نذكرو أين حقوقنا المنهوبة المسلوبة شكرا جمال شكرا وراهي حقوقنا يا جنرالات يا رؤساء الذين حكموا الجزائر منذ منذ هذه المرحلة أثناء هذه المرحلة من اليمين زروال ولا يزال على قيد الحياة المرحوم المرحوم بوتفليك ربي يرحمه اليوم الرئيس تبون راه على قيد الحياة بعد وعوده نقول وعود الكاذبة نقول هذه الوعود الكاذبة لأنها وعود أصبحت في طي النسيان نعم لماذا يحدث لنا ما حدث لنا اليوم لماذا لماذا تم ماذا يحدث لنا ربما ما يحدث لجزائر يحدث لنا نعم لأن ولدي قول ولد الحركة ولد القومية اللي حاكمين في الوطن ولد الحركة ولد القومية اللي حاكمين ما زالوا عاديك حاقدين علينا شكرا صحة رشيد صحة عبد الملك ربما ما يحدث لنا وأسباب ما ما يحدث لنا هي ولد الحركة ولد القومية اللي قاعدين راهنا نتعاقبو ونتعاقبوا بسباب ولاد الحركة ولاد القومية اللي قال عليهم ديقول تاركتوا في الجزائر جزائريين ويحبون الفرنسا أكثر من الفرنسيين هذو اللي راهم يمنكروا فينا اليوم ورهم يعاقبوا فينا ويعاتبوا فينا ورحقنا احنا المنهوب المسلوب كفئة قدمت للوطن ودافعت على الوطن ورحقنا يا يا رئاسة الجمهورية يا قيادة الجيش ورحقنا يا جنرالات يا قيادة الجيش هل هكذا يفعلوا بالجنود وصف الجنود ورحقنا بالقيادة اللي كنتوا معنا في التسعينات وتكلموا اليوم وراكم ألوية ليخرجوا التقاعد التقاعد اللي راه اللي راه ليواء اللي راه قولونال وقولونال اللي راه وراكم ما كانش فيك مراجلة تكلم فيك على هاد الفئة وقدم هاد الفئة وراها يحقها وراها فتيوا المو صالحة الوطنية في التوين الوئام درتيوا الوخر حتى العصابة اللي نهبت وثربت واسمحتوا لها ورا حقنا احنا نبقى وضاحية في هاد الوطن ورنا احنا في هذا الوطن ورنا وزارة الدفاع ورنا اليوم الزملاء انتعنا يقبعوا في السجون بهتان وزور حتى من فقد أطرافه حتى ليما بتوري الأطراف حتى الناس هذو كامل مرضى الأغلبية مرضى معطوبين أو محاربين أو جرحة أو مفصولين هذو الجيل محاربين قدموا للوطن اليوم خرجنا اليوم أصبحنا ضحية في هذا الوطن وراكم عقداء وراكم جنرالات وراكم ألوية وراكم هذي القضية وين وصلين بالقضية انتعنا وراهنا احنا وخدمنا في البلد باش لحكتوا جنرالات وباش لحكتوا عقاداء وباش لحكتوا ألوية باش لحكتوا الألوية تدتيوها على دم الشهاد تقلتوا الرتب على حساب معاناتنا وتضحياتنا اليوم اليوم تخلتوا علينا كامل ناك تقول لي اليوم هذا الرئيس جمهورية مكانش من هذو دولة يبنيها إنسان ويجي أنا سمعتها غير في الجزائر برنامج برنامج فخامة الرئيس ولا برنامج رئيس الجمهورية الدولة ما يبنيها الشخص واحد أنا تبونكي جاء عنده ربعة سنة حتى كله كانوا عدوا كذب علينا حتى لو كان خلفوا الوعدة نتعنا وراهي الدولة كين تكلموا وراهي الدولة كين كله الدولة جزائرية وراهي الدولة ما يسير هاش واحد يدخل من بره يسوي سير ما كانش من المستحيل من المستحيل الدولة يدخل واحد بره من سيفيل وكله كان ما كان حتى لو كان في الدولة لو كان الكبرى حتى لو كان في أمريكا بايدن جيب بايدن كين دولة عندها مشروع عندها برنامج أي دولة في العالم عندها برنامج عال ثلاثين سنة كان وزير أول ولا كان وزير السكن ما رحش يعلم بالجزائر وش كين فيها ما رحش يكون هو يعلم في الجزائر وش كين ما تكون اللي غدوا نجيب واحد وحطوا في الجزائر والحاجة اللي يتكلم عليها تكون اللي برنامج فخامة الرئيسة ما كان منها هذه في البلاد ميقودها حتى في الدين الإسلام حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وكان شورى أمر يشاور الصحابة في أمورات الرسول هذا نبي ورسول مبعوث والأمر شورى أمورات يشاور فيها الصحابة ردوان الله عليهم وأرضاهم اليوم هاد الدولة كيف مشات الدولة دي من التسعينات كيف رح مشات وليوم من يقف اليوم من يقف في وجه هذا الميلف اليوم احنا السؤال يطرح نفسه بوه جاء زروال ما تفتحش الميلف هذا وكانت الوضع في المرحلة من المراحل راح زروال جاء لأخر يقف اليوم من يقف اليوم من التسعينات في الحرب ورانا احنا في هذا بهتكو الي غدوة للبلاد هذه بكاش منها كيف ستبقون هذا ما رحش يوقف في وجه الميلف هذا مشكيش انا مشكيش بقه يوقف الميلف هذا شكو الي واقف الي mashنة شكو الي واقف اليوم هي احنا شكو الي واقف من ولي واقف في وجه هذا الميلف ويحفظ قطعه المشركة ويأتي لحين مجلسة هذا ما يوقف في وجه الميل بفنة عنا يجب أن يدعو أن الحركة ويشعر الجومي هو أن يقف القدر في هذه البلاد الابتاد تنبنى فمتعلنا نحن يتحدث مجلسة للدولة ويقع الرئيس ويقول الرئيس فخامة الرئيس ويقع الرئيس لا يوجد منها الدولة تنبنى برجالاتها بأمر شورى بيناتهم على مشروع ربعين سنة أو ثلاثين سنة أو خمسين سنة مشروع ماشية ربعين سنة بعد ربعين سنة هكذا تبنى الدول ماشي يجيب لي واحد من بره وقول يرواح حطوا رئيس وكل برنامج فخامة الرئيس لا نردعوه من ودننا لا نردعوه من جهلين حتى بالجهل هذا خليونا من الأمر هذا ما بقاش هذا يتكذب علينا وكل برنامج فخامة الرئيس أكبر أكدوبة اللي تفتحوا فخامة الرئيس نعلم تبقى الدولة delayed في فهم الى كله سنة لا تسمحوا برجالها من التي يقف في وجه الملف من تبقى أين يوقف في وجه هذا الملف الشباح الشباحí على's لحدها ل cyanبين على ما تفتحش الميل في هذا على ما تفتحش الميل في هذا على ما اعرفتوش بشي هذا انتعنا على هادو شو هادو كيفا؟ يخي كانوا يحرفوا في الإرهاب هذا جندي جزائري عنده مهام دستورية للجيش الوطني الشعبي كان واحد مسلح حمل السلاح طريقة غير قانونية هذا دافع على البلاد هذا العسكري هذا الجندي صف جندي ولا صف ضابط هذا العسكري هذا هذا اللي كان يكافح في الإرهاب خدم المهام منتاعه يستشهدوا الجوري حول يبطير أطرافه اليوم بغيين حتى التسمية لأن الأمر هذا بغيين تسوطينا تحكين قواتي ما نجبدوها الناس كيفا نجبدها لك كيفا نجبدها لكا نبقى لدراحيةنا على ما نجبدوها مناش خايفين كافحنا الإرهاب ومناش هزينا روسنا ورافعين روسنا أننا كافحنا بإرهاب مناش نخافوا، مناش نطرحوا روسنا مناش نطرحوا روسنا على بغيين في الميل في فهدته تغموه ولا كين بنود كيما إيفيانا كين اتفاقية كيما إيفيانا زي تمنع على الأمر هذا كين أمورات وش لي كين تحت طاويلة كيف حنا الإرهاب خدمنا دافعنا على الوطن اليوم ورا نحنا ورا نحنا ورا حقنا احنا ورا الاعتراف بنا وهو الاعتراف بنا والاعتراف بشهداء والاعتراف بهذا الجريح وبهذا المعطوب وهذا المحارب وهذا الجريح وهذا المصول وهذا اليتيم وهذا الأرمنة عندنا حقنا وراه في البلاد هذه ورا حقنا في البلاد هذه ما كانش حقنا في البلاد هذه نعم نعم صراحة نقولها صراحة نعم لا يزال أولاد ديقول لا يزال أولاد ديقول يسيطرون نعم ما زال أولاد ديقول اولاد الحركة اولاد القومية ـ ديبغيون لما انتدلق فرنسا كيف ستتضار تركك الفرنسا إكلنا تدريه فرنسا تتكتصاف العالم ما عنده لها منين كيتطور الجزائر مين منين راح تعيش فرنسا منين تعيش أوروبا مين تتطور الجزائر يتطور الطبيب والصناعة والاقتصاد والفلاحة منين ستتطور الجزائر منين راح تعيش فرنسا وأوروبا لازمها تبقي الجزائر وإفريقيا يجب أن نبقى في نزاعات والمشاكل والأمورات ترى يجب أن يتسجمون أو تعيش في فرنسا يجب أن نبقى في فرنسا يجب أن نبقى في فرنسا كاكتصد عالمي وكاكتالة دولة يجب أن تبقى خانع واليوم هذا هو المفكر في هذا الأمر مما يتسجنا الشركات أيضا ولا إهجبت عقاب فهذا الشخص والف victory لا يوجد فئة صف الجنود وصف الضبال لا يوجد فئة مجموعة ولد ديجول والحركة والقومية والبرنوس الأحمر 160 ألف حركة تاركته في الجزائر جزائريين يحبون فرنسا أكثر من الفرنسيين والرهما ذو ديجول عايشين فيها ولاد الحركة والقومية في البلاد هذه والله ما زيد هما عايشين في ولاد الحركة والقومية ستخليك فرنسا سهلة سهلة باتخليك فرنسا ماش سهلة ماش سهلة نجي برئيسه يجي برنامج فخامة الرئيس الرئيسه يفهم في كلش في الزراعة في الغابات يفهم في كلش في الاقتصاد في السياسة يفهم في كلش على الرئيس البلاد ما تقومش بشخص البلاد ما تقومش بشخص يكذب اللي يقولك البلاد تقوم بشخص بس هو الرهم اللي قادرته هذا الوطن على ما كانش ليش شاف فينا سي نورمال ماشي يقفوش فينا لأننا نفصلوا بيناتنا لأننا نهاردة نهار سنطحولهم ريقلو الدباط ريقلو الجينيرالات ريقلو اللي كورونال بس ح الجندي وصف الجنود وصف الدباط خلونا ضحية ضربونا بقانون عنصري كما قانون لابارتاي تمييز العنصري كيف كيف؟ هذا القانون اللي ضربونا به هو والقانون تاعت تمييز العنصري كيف كيف؟ نفس كيف كيف؟ إذا كان منضي الله إذا كان ناضل على جال تمييز العنصري حتى نحن نحن كيف كنا تمييز العنصري كأننا ما كناش في حرب هذا الجندي يصف الجنود وصف الدباط هذا أخر ما يريدون أن يعترفوا بنا بالشهدوز يقول لك ما يجبتش الميل في هذا نضعوا بين قوسين كنت نسرك أنا من يشخين الواطن أنا نضعوا بين قوسين علىه بغي نطمسوا التاريخ علىه بغي نطمسوه علىه ما اعترفتوا بنا ما عطتونا حقوقنا ووقته تلعبوا على الوقت عام يجيب عاب عاب يجيب عاب منهارة الزيار تديروا علينا قوانين وتخلقوا قوانين علينا بها تمنعوا حتى المسيرات كي تبغيوا تكذبوا تكذبوا فيه من نم من ودرك الله ما عندي لأمان فيه واحد منك فيه من نم من ودرك يجيب 30 سنة 91 عام ذاتني احنا في 2023 داخلين في 24 فيه من نم من ودرك فيه من نم من عام يجيب عام النفاق وراحقنا هنا نعم كي تدابت كي صفنا لكن من خرج نعم الضباط ربما هناك بس صح من يرح ضاحية ما كانش كي ما صف الجنود صف الضباط اللي خرجنا ضاحية نعم كين الضباط هذو كل اللي خرجوا وقدموا الاخرى على بنا بهم راحود هاهية نعم كين الضباط تشطبوا نعم كين الضباط اللي تشطبوا بس احنا بصيفة عامة لماذا هاد العشرية ما نصفوناش بد من انتهت هاد الحرب وراجعوا نفوسنا وقالوا كده وقالوا كده والبلاد وكده 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 وقالوا نعتارفوا بهذا الفئة ولا نقدموا نعتارفوا علاه ما تعتارفش بينا علاه ما تعتارفش بينا واصد الدفاع العهم اللي شوفوا فيهم مغني وك recognized كان يتقوم باستخدام الوطن وعلى الوطن لاعب كورة الكردب وتمدحو فيه وكدم للوطن وهذا الجندي الذي يقدم هذا الجيش من 90 ويكافح في ديرها وكما قدم للوطن اليوم؟ والذي كامل مغني بفضل مغني بفضل هذا بفضل هذا بفضل هذا وماذا قدمنا في هذه البلد؟ ورائنا في هذه البلد على هذا التمييز العنصري والعنصرية التي ما طبقنا علىها وعلى بلنا الدباط وعلى بلنا الدباط كان لي وصلوا وكان لي ما وصلوش هو كيلي يتحقر في القراض وكيلي يتحقر في الماديات احنا مطلبناش مننا يعلقنا الرتب ولا يعلقنا الأوسيمة ورا حقنا احنا ورا هالاعتراف بشهداءنا نتاعنا وبالتاريخ نتاعنا بصحك فراحين يعتارفوا بنا رئيس كيفه الجاماجي من تاع فرنسا الجاماجي من تاع الشهداء نتاعنا ما زالوا في المتاحف ان تاع فرنسا وتقدم فيهم كأسرة وما زال يتكلم لي على الصداقة مع فرنسا فحنا يطرح السؤال نفسه قاسما بالله غير ما زالت فرنسا تحكم ولكن باتكولي نسقلوها ما زالي رأي كان كافحنا ليرها بدو قررانا نناضلوا من أجل انهاء الوجود الفرنسي هنا وانهاء وجود الولاد يقول ناضروها صراحة ما سهله شبه تسكل ما سهله شبه تحرروا ايه مئة وستين الف حركي قومي خليتهم فرنسا هنا استولوا على الأراضي استولوا على العقار واليوم ما زال من دين وستين ما زال الإدارة انتعنا ما تعربتشها كيفه ما تقول ليش انا اني انا نجزت الجنان المهام منتاعية ووزارة الدفاع واش نجزت الوزارات الاخرى ورا هي وزارة التعليم ورا هي المؤس تعريب الإدارة وتعميم الإدارة من تنين وستين ما زال ما عربتش الإدارة انتعك ستين سنة وتتكلم وتتخرج وتقول لي عندي لأخر وتكلم